تنقض اليوم مهلة 48 ساعة التي منحتها ماليزيا للسفير الكوريا الشمالي لمغادرة البلاد الخارجية الماليزية قالت في بيان لها أن السفير أصبح شخصا غير مرغوب فيها مضيفة أنها طالبت بيونج يانج باعتذار بسبب انتقادها للتحقيق في قضية اختيار الأخ غير الشقيق لزعيم الكوريا الشمالي إلا أنها لن تحصل عليها قرار طرد سفير كوريا الشمالي جاء عقب إيقاف شابتين التهمتا بتسميم كيم جونجنام في مطار كوالالنبور كاميرا المراقبة في المطار أظهرت المرأتين وهما تقتربان من كيم جونجنام وتلقيان سائلا على وجهها وتقول الشرطة الماليزية أن كيم جونجنام تعرض لنوبة وتوفي خلال أقل من عشرين دقيقة ليظهر فحص بعد ذلك وجود أثان لغاز الأعصاب فيكس على وجهها ليظهر فحص بعد ذلك لا تحصney إزد Culن